والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين أخياتنا الله جميعا أخوة والأخوات أهلا وسهلا بكم في هذه الأنسية الطيبة والتي تنظمها أكاديمية رؤية للذكر ونستضيف فيها فضيلة الدكتور محمود نفيسة الذي يحدثنا تحت عنوان التعددية الدينية رؤية إسلامية وهو من خير من يتكلم في هذا الباب فالدكتور محمود حاصل على دكتوراه في الفلسفة الإسلامية وأيضا يعمل في جامعة غازي عنتاب وضوهي التدريس فيها ومعاون عميد كلية العلوم الإسلامية في فرع زاز كما أنه عمل في عدة جامعات ومعاهد وشغل سابقا مديرا للمعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية بالإضافة للإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعتين فرابلوس وكلية الدعوة الإسلامية في لبنان وبالإضافة العديد من الجامعات الفرقية كذلك والدكتور حفظه الله عدة مؤلفات من أهمها مبدأ السببية في الفكر الإسلامي أثر الفلسفة اليونانية في علم الكلام مطارحات في العلم والدين نظرية التطور بين العلم والدين دراسات في علم الكلام وله العديد من الأعمال العلمية والعديد من الرسائل والأبحاث المنشورة وكان آخر هذه الرسائل والإبحاث المنشورة كما بحث بنفس عنوان لقاء هذا اليوم لذلك إن شاء الله سيبحر بين الدكتور إن شاء الله في هذا العنوان اليوم وسنتطرق تحت هذا العنوان التعددية الدينية رؤية إسلامية لعدة محاور منها مقدمة حول هذا العنوان ثم ننتقل لتفكيك الأصولية الكاثوليكية وظهور التعددية الدينية وبعدها ننتقل لأخذ محور التعددية الدينية من وجهة نظر إسلامية والنجاة بعارض عدم التدائي للإسلام النجاة دون الحاجة للإسلام التعددية السلوكية وتأسيس مفهوم المواطنة ونختم بأهم النتائج التي يمكن التوصل إليها في هذا المبحث لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك سأدع المجال لفضيلة الدكتور محمود ليمتعنا في علمه الغزير والوافر بارك الله به وبعلمه تفضل الدكتور محمود مشكورا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أشكر الأستاذ عبد الحميد على هذا التقديم الطيب كما أود أن أشكر مؤسسة رؤية على عملها المميز ويعني رسالتها في نشر الوعي الفكري ويعني آمل أن أكون عند حسن ظنهم في تقديم ما هو نافع إن شاء الله في هذا المجال الحقيقة إخواني الكرام الموضوع هو حول التعددية الدينية رؤية إسلامية المواطنة في المجتمعات المعاصرة تقوم على أساسين اثنين أو أسس عديدة يمكن إجمالها في أساسين اثنين الأول الأساس الأول الحفاظ على الحريات والأساس الثاني التعددية في مختلف المجالات الدينية والسياسية والاجتماعية والعرقية يشكل هذان المبدئان الأساس لتحديد مدى قرب الدولة من تحقيق قيام مواطنة أو بعدها عن ذلك إشكالية الدراسة التي ستكون موضوع هذه الجلسة إن شاء الله تعالى تتمحور في مقدار ما تحظى به هذه المفاهيم إذن المجتمعات المعاصرة في تحقيق قيام المواطنة تقوم على أساسين اثنين الحفاظ على الحريات والتعددية في مختلف مجالاتها إشكالية هذه الدراسة يترى هذه المفاهيم المتصلة بالتعددية والحريات والمشاركة في الحياة السياسية لأطياف المجتمع المتباينة ما مدى مشروعية هذه المفاهيم من وجهة نظر دينية يعني نحن الآن نعيش في مجتمع متعدد للأطياف سواء دينيا أو عرقيا ونحن لابد لنا ونحن نعيش في هذا المجتمع أن تقوم بيننا علاقات طيب هذه العلاقات مع المختلف دينيا الآن من وجهة نظر هذه الدراسة مدى مشروعية التعامل مع المختلف مدى له الأحقية في الوجود له الأحقية في ممارسة العمل السياسي له ما لنا وعليه ما علينا إذن إشكالية الدراسة هذه المفاهيم والمفهوم الأساسي التعددية نعم لأطياف المجتمع المختلف دينيا ما مدى مشروعية هذا المفهوم الحقيقة نظر إلى الدين عموما على أنه مشكلة تقف حجر عثرة أمام قيام الدولة الحديثة لا سيما في المجتمعات المتعددة دينيا فكيف تحظى الأديان المتقابلة المتنازعة في الأحقية والمشروعية علاوة على الإشكالات الأخرى المتصلة بالحريات كيف تحظى بمشروعية الوجود الحقيقة نظر هناك العديد من الدراسات المقدمة في هذا المجال هناك دراسات تنظر إلى الأديان بوصفها أمر واقع بغض النظر عن صدقها في حقيقة الأمر الأديان التي نعيشها أو التي تكون نسيج المجتمع يتكون منها نسيج المجتمع أمر واقع هل هي حق في ذاتها باطل في ذاتها بعضها حق وبعضها باطل هناك دراسات تقول لا نريد أن نبحث في كل هذه الأمور بل يتوجب علينا البحث عن طريقة نلطف بها العلاقة بين أتباع هذه الأديان ونخفف الاحتقانات القائمة بينهم ولهذا يمكن لملحد أن يقدم دراسة في هذا المجال يسهم من خلالها بتخفيف هذا الاحتقان أو تلطيف هذه العلاقة فإذن الأديان لا سبيل إلى تمييز صالحها من طالحها ولا سبيل إلى معرفة الحق فيها ولا نريد ذلك بعض الدارسين يقولون لا نريد ذلك أصلا إذن على ماذا ينبغي أن تتوجه الدراسة لا ينبغي أن تتوجه الدراسات وتقدم الأبحاث كيف يمكننا أن نلطف العلاقة ونخفف الاحتقان بين أتباع هذه الأديان إذن يمكن لمفكر في فلسفة الدين يكون ملحدا يقدم نظرية أن يسهم من خلالها في هذا المجال وهناك دراسات تسعى لتعميق المشترك الإيجابي بين الأديان لتعزيز سبل التعايش إذن هناك أمور بين الأديان تتصل بالأخلاق تتصل بالقيام تتصل بالمبادئ تتصل بما يمكن أن يجتمع عليه البشر يقول لنعمق هذا المشترك بغية أن نحقق قاعدة يمكن من خلالها أن يتعامل أطياف هذا المجتمع يقيم الحياة على الأقل في هذا الواقع على نحو جيد على نحو أفضل مما هو عليه طيب لكن هناك إشكال هو أن أتباع هذه الأديان يضمرون دائما بأن الآخر الذي لا يعتنق ديانتهم لا يعتنق فكرهم ليس له نجاة في الآخر يضمرون عدم صحة معتقده وعدم نجاته وربما يدفعهم ذلك إلى عدم معاملته بناء على كلمة السواء فإذا تجاهل هذا الموضوع أو عدم معالجته لا يكون مجديا في كثير من الأحيان يعني تعتبر هذه الدراسات جيدة لكنها ليست مثالية في هذا المجال هناك من يرفض التعددية رفضا مطلقا بدعوة أنها تمثل قضاء على الدين ويرى في الدعوة إلى التعايش استراتيجية يمكن من خلالها إدارة أزمة حالية راهنة لا سيما في ظل واقع معين فإذا ما تمكننا ينبغي علينا أن نعلن كرهنا للآخر وحربنا عليه بل لا نعترف له لا بوجود ولا بمشروعية بل ربما لا نسمح لأنفسنا بمحبته حتى المحبة القلبية فإذا هناك طروحات عديدة هناك دراسات تقوم حول مبدأ الولاء والبراء وما إلى ذلك فإذا الآخر ليس له مشروعية وجود طيب لماذا نعامله الآن معاملة معينة يقول أن نعامله فهناك أزمة أمر واقع ولابد أن نعامله وفق هذا المبدأ فرئيس ما نتمكن من التعبير عن ما يتوافق مع عقيدتنا بشكل جيد هناك طروحات حالمة أيضا من باب ثالث هناك طروحات حالمة تتسم بالشعارية نعم وتريد أن تصدر نفسها على أنها الأفضل وعلى أنها الأكثر تحضرا وعلى أنها الأكثر رقيا تلجأ إلى النصوص وتقرأها قراءة تلفيقية تختار منها ما تشاء أن تختار فيما يبرزها محبة ومتفاهمة مع الآخر وتغض الطرفة عن النصوص والممارسات الأخرى التي لا تتفق مع انتقاءاتها هذه الآن من وجهة نظرنا من وجهة نظرنا نحن نعتقد بأن الإسلام دين حق وقدم رؤية واضحة وصريحة تجاه جميع القضايا تجاه جميع القضايا فهل يمكننا من منطلق الدين نفسه بوصفه حلا وليس مشكلة أن نعالج هذه المسألة ونقف على أطرافها بشفافية ووضوح هل نحن بحاجة لقراءة مفتعلة هل نحن بحاجة لقراءة مفتعلة نعالج من خلالها الآثار السلبية المتصلة بقضية التعايش والعلاقة مع الآخر في ظل إيماننا بأحقية ديننا وصحته نعم إذن ما أحوجنا إلى قراءة موضوعية نتناول من خلالها قضية التعددية نعم ونقف من خلالها على الجانب النظري والعملي المتصل بالنصوص والممارسات اللاحقة نعم المتصلة بهذا الموضوع إذن الموضوع في غاية الأهمية وتنبع أهميته في الوقت الحالي من نقاط عديدة النقطة الأولى هي ظروف اللجوء إلى الآخر المختلف ثقافيا ودينيا والحاجة إلى تحديد الموقف منه سلوكيا وفكريا وفق مبدأ العدالة وكلمة السوا إذن نحن الآن مجتمع مارس الهجرة إلى الآخر المختلف عننا في مجمله مختلف دينيا فإذن هل ينبغي علي أن أتربص بهذا الآخر هل ينبغي علي أن أتسلح بمبدأ الولاء والبراء ثم بعد ذلك أكيله لأعامل هذا المجتمع عندما أتمكن منه بما يتوافق مع هذا المبدأ فإذن ظروف اللجوء إلى الآخر تقتضي مني أن أعرف الموقف من الآخر المختلف عني دينيا وثقافيا أيضا الأمر الأساسي هو حاجة مجتمعاتنا ذات التركيب الإثنية لبناء جسور التعايش السلمي في إطار المجتمع الواحد لا سيما في ظل بروز بعض المفاهيم وتحميلها دلالات عقدية كمفهوم الولاء والبراء السابق ذكره ضرورة التفريق بين حقوق المواطنة والوجود لأتباع دين ما وبين حقية دين وصدقه هل هذان الأمران يعني مترابطان لمفكك لأحدهما عن الآخر هو حقية المواطن المواطنة المختلف عني دينيا ومدى صحة معتقده هل الأمران هذان يعني مرتبطان ببعضهما وجودا وعدما أم يمكن أن يكون تتحقق حقوق المواطنة دون أن يكون هناك حقية لمعتنق يعني صدق لمعتنق دين ما فإذا نحن نقول بأننا يمكننا من منطلق أو نفترض أنه يمكننا من منطلق العودة إلى النصوص ودراسة الاجتهادات المتصلة بهذا الموضوع من قبل بعض العلماء المسلمين أن نقدم رؤية موضوعية يمكننا من خلالها أن نقف على الدراسات المتصلة في هذا الموضوع قبل ذلك علينا أن نعود إلى قضية الأصولية الكاثوليكية في الديانة المسيحية وكيف تم تفكيك هذه الأصولية لأن هناك عندما نقول الأصولية يعني عندما نفكر نحن في الأصولية الكاثوليكية نعم مرت به الديانة المسيحية عبر عصورها الأولى وصولا إلى العصر الحديث سنجد أنها مرت بمنعطفات منعطفات حادة جدا لا وجود ولا مشروعية للآخر لا على سبيل الوجود ولا على سبيل الأحقية فلا وجوده غير مقبول وليس له نجاة في الآخرة مطلقا إلى رؤية كانت أفسحة صدرا من ذلك وقدمت يعني ودعمت هذه الرؤية التي تنطلق من أصول عقدية ودينية أساسا وتغيرت بعد ذلك من الأحادية المطلقة ورفض أي تعددية إلى تعددية مشفوعة بأدلة أو مشفوعة بتبريرات فلسفية فإذا اللاهوت المسيحي مر بمنعطفات متبينة وحدة في العلاقة مع الآخر فكانوا لا يرون نجاة لمن لم يؤمن بالمسيح وموته الكفاري إذا لم تؤمن بالمسيح ولم تؤمن بأنه مات نعم على كيفية معينة وأن موته كان كفارة للبشرية جمعا فأنت من أهل الجحيم وليس لك نجاة في الآخرة بعد ذلك نجد أن هذا المفهوم بدأ يتغير ولسيما في مطلع القرن السادس عشر مع البروتستانتية طبعا البروتستانتية أطياف متعددة واتجاهات متعددة بعض هذه الاتجاهات وجد أن برزت ما يسمى بمفهوم الشمولية ماذا يعني مفهوم الشمولية؟ مفهوم الشمولية أن الحقيقة والصدق نعم هو في الديانة المسيحية لكن الموت الكفاري للمسيح كان كفارة للبشرية جمعا من آمن به ومن لم يؤمن به كلهم يدخلون ملكوت الله بناء على الموت الكفاري للمسيح فإذا بعض الاتجاهات ضمن البروتستانتية بدأ ينادي بهذه الصيغة بدأ ينادي بهذه الصيغة ولسيما مما يشفع لذلك قضية أساسية في الإصلاحات التي أدخلها مارتين لوثر هو في أنه لكل إنسان أحقية في قراءة النص الديني ولا توجد مرجعية خاصة من قبل جهة معينة يتملي على الآخر رؤية متصلة بهذا الموضوع فإذا تعدد القراءات يمكن أن يعدد إمكانيات التفسيرات المتعددة وكلها حق من وجهة نظر قارئها فإذا مع البروتستانتية بدأ هذا الاتجاه ووصل إلى حده الأبعاد مع المؤتمر الفاتيكاني الثاني والستين الذي عقد ما بين عام 1962 و 1965 طبعا المجامع المسكونية المسيحية هي القرارات التي تعتمدها بمثابة عقائد دينية ففي هذا المجتمع المسكوني الذي عقد أو بدأت اجتماعاته سنة 1962 أقر بأن النجاة ممكنة لليهود والنصارى والمسلمين بل وللوثنيين نجاتهم ممكنة لأمرين الأمر الأول هو عموم الرحمة الإلهية والموت الكفاري للمسيح والأمر الثاني أن هذه الأديان وأتباع هذه الأديان وما عليه معتقدات معتنقي هذه الأديان لا تخلوا من حق وبالتالي وبالتالي هذا الحق يضمن لأتباعها النجاة فإذن هكذا كانت القضية وانتقل الأمر من الحصرية المطلقة في المسيحية انتقل من الحصرية المطلقة في المسيحية إلى إمكانية التعددية نعم أو إمكانية النجاة مع البروتستانتية إلى التعددية المطلقة مع المجمع المسكوني الذي عقد سنة 1962 أو بين 1962 و 1965 إذن من خلال هذا المجمع تغير الموقف من الآخر بشكل واضح وهناك العديد من الأفكار الفلسفية التي دعمت التعددية الآن هذا قرار ديني لكن التوجه العام كان في الفلسفة أيضا يخدم هذه الرؤية ما هي التوجهات الأساسية في هذا الموضوع إذن هناك العديد من الأفكار الفلسفية التي دعمت التعددية منها دخول نظرية الارتياب في حقل الفيزياء الارتياب في حقل الفيزياء هو أن الفيزياء لم تعد تلك الفيزياء الصارمة وإنما في حقل المتناهيات في الصغار أصبحنا أصبحوا لا يمكن التنبؤ بحركة الكترون في دورانه حول النوات لا يمكنني أن أقف على قانون معين يمكنني من خلاله أن أقول بأن المتناهيات في الصغار تقضع لقانون معين يمكنني الوقوف عليه وظهر ما يسمى بقانون الارتياب فإذن قانون الارتياب كما أن الفيزياء ليست حتمية وليست صارمة كذلك الأفكار الفلسفية فيها تخلخل ولا يمكنني أن أقف من خلالها على حقيقة ثابتة بعينها لا يمكن مراجعتها إذن هناك أيضا طروحات جديدة في نظرية المعرفة بعد أن كان هناك حق وهذا الحق عبر المنطق الكلاسيكي يمكنني أن أصل إليه عبر مقدمات معينة تفضي إلى نتائج حاسمة نعم أصبح هناك رؤية جديدة وأصبح الإنسان تدخل الإنسان أو أصبح للتجربة الشخصية للإنسان دور في الوصول إلى الحقيقة فالحقيقة بحسب ما يمكنني أن أراه أنا من وجهة نظري وهذا ما يدعم أيضا الاتجاهات المتعلقة بالحرية الفردية فأنا لدي قدر من الحرية ومن حريتي نعم عندما أمارسها يمكن أن أصل إلى نتائج تختلف عن الآخرين فأنا في حد ذاتي يمكن أن أكون مرجعا في تحديد الحقيقة أيضا دخول فكرة التجربة الدينية طبعا التجربة الدينية هي مفهوم متعلق في تجل الإله للإنسان يعني بعد أن كان الوحي هو وحي هابط وحي هابط ملك ينزل على النبي بحقائق ينبئه بها عن الملأ الأعلى أصبح هناك تجربة دينية فأصبح هناك ما يمكن أن نسميه مجازا بالوحي الصاعد هو أن الإنسان نفسه تتجلى له الحقائق طيب تتجلى له الحقائق هذه الحقائق التي تتجلى لي مختلفة عن الحقائق التي تتجلى لك في العالم المفارد وبالتالي لا يمكن أن يكون دينك وتكون رؤيتك أنت حاكمة على رؤية أنا فإذن هنا برس عندي ما يسمى بمفهوم التجربة الدينية وما يمكن أن يطفيه هذا المفهوم على تعدد التجارب وأنه لا توجد تجربة حاكمة على تجربة أخرى ونظر إلى الأديان على أنها تجارب دينية مفرزة عن الفعل الإنساني وليس تلقياً لحقائق مفارقة أيضاً نتج عن ذلك التشكيك في وقوق إذن هذا أدى إلى التشكيك في وجود حقيقة خارجة عن حدود التجربة الإنسانية حتى في الوحي ذاته الوحي ذاته هو ماذا؟ هو تجربة إنسانية أيضاً القراءة التفسيرية للنصوص القراءة التقليدية للنصوص الدينية هو أنني أنا ينبغي علي أن أستخدم كل الأدوات سواء كانت فيما يتعلق بالقرآن الكريم أو غيره من الكتب كان هدف مفسر هو وضع الأدوات التي تمكنه من فهم مقصود صاحب الخطاب الذي هو الله عز وجل لكن بعد ذلك برزت نظريات في الأدب يعني تقلل من قيمة أو تضع إلى جوار قيمة هذه التفاسير التي تريد أن تقف على مدلولي أو على مراد صاحب النص الأساسي إلى نظريات تستشرف قدرة المتلقي نفسه على فهم جديد مخالف وربما لم يكن مقصوداً لدى المتكلم أو لدى صاحب النص الأساسي لذلك هناك تجربة شخصية أيضاً في فهم النص الإلهي وهنا تتعدد لدينا التفسيرات بتعدد المتلقين للنص والمحاولين لتفسيره بغض النظر عن مدى مقاربته لما يريده صاحب النص أو مراد صاحب النص فإذن مفهوم التجربة الدينية برز مع وليام جيمس وأيضاً ما يتصل بجوهر برزت فكرة أخرى مع شلاير ماخر الفيلسوف الألماني هو أن جوهر الأديان واحد وجوهر هذه الأديان يتمثل في الانسلاخ عن الذات والعروج إلى الله أما الطقوس والتعاليم ما هي إلا قشور لا قيمة لها فإذن أنت تدرك الذات الإلهية بأدواتك ثم بعد ذلك هذه الرؤية حاكمة عليك أنت بذاته أما التعبيرات المختلفة التي تمارسها الأديان المختلفة هي قشور لا قيمة لها جون هيك كان لديه فكرة أنه ينبغي وضع أساليب أيضاً للتعايش مع الآخر نعم لتحقيق المصالح إلى إمكانية تعدد الحقيقة في حد ذاتها وتنوع مشاربها وفق الرؤى التي طرحناها وهكذا تم تفكيك الخطاب الرسمي المسيحي وفق رؤية فلسفية تبرز فيها التعددية مشفوعة بأدلة فلسفية ومنطقية ربما أطلنا قليلاً فيما يتصل بالمسيحية من حيث أنها كانت تعتمد على الأحادية المطلقة ثم مرت بعد ذلك بتجربة ما يسمى بالشمولية يعني أن المسيحية حق ولكن النجاة للجميع المختلفين معها عبر المسيحية إلى إقرار هذه التعددية رسمياً نعم عبر المجمع الفاتيكاني الذي ذكرناه إلى الرؤى الفلسفية التي تخدم التعددية سواء في ما يتصل بنظرية الارتياب وتوظيفها فلسفياً أو التجربة الدينية أو دور القارئ في دور التجربة الإنسانية أو دور القارئ في فهم النص أو حتى دور التجربة الإنسانية في الوصول إلى المطلق طبعاً هذه الرؤى الموجودة في الفكر الغربي تسربت إلى أو موجودة أصبحت موجودة أيضاً بطبيعة الحال في الفكر الإسلامي وبرزت إشكالية اللغة والنظريات التفكيكية ونظرية موت المؤلف مع عدد من الباحثين وأيضاً برزت نظرية الحقيقة وأن الحقيقة أمر نسبي وما يتصل بنظرية الصراطات المستقيمة وليس الصراط المستقيم لإعطاء مشروعية للأديان المتعددة المختلفة مع عبد الكريم شروس نعم وفق أيضاً وبرزت ما يسمى بنظرية شمولية الرحمة الإلهية كما رأينا عند المسيحية عندما قالوا بأن الأديان الأخرى أتباعها ناجون لأن الرحمة الإلهية تشاملة ولأن بعض الأديان لا تخلو من حق أيضاً سنجد هذه النظرية موجودة لدى عبد الكريم شروس أيضاً ما يتصل بمفهوم الحكمة الإلهية اللهم اتصف بالحكمة وإذا كانت مشاريع الأنبياء ستبوء بالفشل وأتباع جميع الأنبياء معدى دين واحد سيكون لأتباعه النجاح فهذا مشروع فاشل وبالتالي قالوا إذن هذا يتنافى مع الحكمة الإلهية من إرسال الرسل برز أيضاً مفهوم التدين الأخلاقي كبديل يؤسس لتعددية الخلاص والنجاة عند فريد إسحاق طيب الإشكالات نحن أول شيء رحها قبل أن نخوض في بعض التفاصيل طبعاً المتصلة بهذا الموضوع سنقول الإشكالات المتصلة حول هذه الرؤى الحقيقة أول شيء الإشكالات المتصلة حول هذا الموضوع أو هذه الرؤى المقدمة بشكل مجمل الآن وسنعود لتفصيله تجاهل الوحي كحقيقة مفارقة خارجة عن ذات الإنسان وأنه حيالها منفعل لا فاعل توسيع إطار التجربة الإنسانية سواء في مصدرية النص يصبح الإنسان هو مصدر النص أو في التفاعل مع النص من حيث تفسيره أنها لا تلتفت إلى الخلافات البينة بين الأديان كل الأديان حق لكن هذه الأديان كيف تكون حقاً؟ بعضها منكر للوجود الإلهي وبعضها مثبت للوجود وبعضها موحد وبعضها معدد ويعني هناك خلافات جوهرية بين هذه الأديان فهي لا تلتفت إلى هذه الخلافات الجوهرية يعني يمكن بعض هذه الرؤى تصلح للتعددية المذهبية ولا تصلح للتعددية الدينية إدراج الأديان ضمن التجربة الإنسانية التجربة الإنسانية مستمرة ودائمة أولاً وتجربة النبوة انتهت وختمت تجربة النبوة صادقة التجربة الدينية التجربة الدينية ليس بالضرورة أن تكون صادقة دائماً وليس بالضرورة أن يستمر صدقها فهناك أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فإذا التجربة الإنسانية قد تتغير معطياتها قد لا تكون صادقة ابتداءاً هي مستمرة بخلاف التجربة النبوية المختلفة عن كل ذلك إذن هناك بعض الأشياء المتصلة بما يتصل بالرؤى الدينية ينبغي علينا بداية اسمحوا لي أن أطرح بعض يعني الآن نحن سندخل الآن في صلب الموضوع وأريد منكم أن تسجلوا كل ملاحظة يمكن أن تثار حول الرؤية الإسلامية الآن هل يمكننا أطرح بداية هذا التساؤل هل هناك تعارض بين قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وبين قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كيف يكون هؤلاء لخوف عليهم ولا هم يحزنون نعم ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يكون الإسلام السؤال الثاني كيف يكون الإسلام حقاً وسبيلاً وحيداً للخلاص وكيف يمكن لأتباع ديانة أخرى أن يحظوا بالنجاة طيب إذا قلنا جميع كما قالت بعض الرؤى التي تم تبنيها إسلامياً من قبل عبد الكريم شروس أو غيره نعم كل الأديان حق فما مبرر البعث النبوي لماذا جاء النبي ولماذا استشهد الصحابة ومن بعدهم في سبيل الدعوة وما إلى ذلك ما مبررات إرسال الرسل إذا كان الإنسان ليعتقد الإنسان ما شاء أن يعتقد فهو في الآخرة ناجي وليس عليه أي غضادة ما مبرر الدعوة للإسلام في ظل إمكانية نجاة غير المسلمين وأحقية دينهم ما مبررات الفتوحات الإسلامية وبعض الأحكام كقتل المرتد إذا صح هذا الحكم في ظل أحقية دين الآخر كيف نوفق الآن نحن كل هذه الأمور يمكن أن نجيب عنها ويمكن أن نقول بملء فينا إن الإسلام فتح مكانا للآخر وأمرنا أن نحسن إليه وأن نعمله بالمعروف وأن نكون عادلين معه بغض النظر عن إيماننا بمعتقده أو عدم إيماننا به وكلنا يتغنى بكثير من الأمور لكن كيف نوفق بين الممارسات العملية التي كانت في صدر الدعوة الإسلامية القائمة على إرساء مبدأ المواطنة والذي سنتحدث عنه من خلال وثقة المدينة وما ذهب إليه بعض الفقهاء من عدم المساواة بين المسلم وغير المسلم في القصاص والشورى والمجالس النيابية وغير ذلك ألا يخدش ذلك بمبدأ المواطنة؟ الآن هذه التساؤلات ينبغي أن تكون حاضرة ثم بعد ذلك لدينا رؤى تم طرحها إسلاميا من هذه الرؤى أن غير المسلمين ناجون بعارض عدم الاهتداء للإسلام طيب الآن قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هل من يبتغي غير الإسلام دينا يبتغي غير الإسلام دينا يتساوى كلمة يبتغي غير الإسلام دينا يتساوى مع من لم يؤمن الحقيقة يبتغي غير الإسلام دينا ربما ظهرت له أحقية الدين لكنه أراد غيره لمصلحة من المصالح ولغاية من الغايات يعني إما دفعته العصبية إلى ذلك أو المصلحة أو ما إلى ذلك فهل يتساوى هذا مع ذاك؟ أعتقد بأن الأمر بحاجة نعم كما طرح البعض نعم بحاجة لوقفة فلا يوجد تساوى أيضا هناك ما يتصل بعدم الإيمان لعارض الشبهة أو لعدم بلوغ الدعوة نعم فعارض الشبهة المتصلة بالموت البعض تحدث عن عارض الشبهة المتصلة بالموت ومنهم ابن حزم وأورد الآراء المتصلة في هذا الموضوع ربما هو لم يؤيدها لكن تأييده أو عدم تأييده لا يغير من حقيقة الأمر شيء فإذا كان الدين الحق نحن نعتقد بأن ديننا حق نعتقد بأن الدين الحق لم يصل للآخر على وجه الصحيح أو كان هناك تساؤلات تتصل بهذا الدين وقبل أن والإنسان كان صادقا فيما إذا لو ظهرت له الحقيقة لا اعتنق هذا الدين لكن الأمر استمرت هناك وساوس وتساؤلات وكان يسعى لحل هذه التساؤلات لكنه شبهته اتصلت بالموت ولم يصل لحل لشبهاته حتى يكون مؤمنا حقا وليس منافقا مدعيا لما يعني للإيمان بما لم يستقر في قلبه نعم فهل هذا يتساوى مع من ظهرت له الحقيقة ولم يعتنقها الأمر الآخر هناك أيضا قياس من لم تبلغه الدعوة البعض يقول لا يوجد عذر والدعوة بلغت للجميع لكن الحقيقة الدعوة لم تبلغ للجميع ولم تبلغ للجميع على وجهها وربما حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وربما حالة التخلف التي يعيشها المسلمون اليوم تشكل عائقا دون بلوغ الدعوة بشكل صحيح لأصحابها فلنفترض جدلا بأن الدعوة لم تصل للإنسان فهل هو ناجي أو غير ناجي نعم البعض يقول إذا لم تصل الدعوة على وجهها فالإنسان ناجي قياسا على أهل الفترة وهناك حديث أن ثلاثة يكونون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة أحدهم أصم والثاني أحمق والثالث شيخ هرم فيسألهم ماذا فعلتم أو ماذا كان من شأنكم فيقول لم نؤمن أتى الحق والأصم يكون كنت في صمم عنه والأحمق يقول كنت غائبا عن ذلك وكان الأطفال يخذفونني بالحجارة والشيخ قال حال ضعفي دون القيام بقدرة على الوصول لهذا الحق فيقال بأن الله قال لهم ادخلوا النار فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما فإذن يمكننا أن نستصحب حال هؤلاء أيضا لحال أناس لم تبلغهم الدعوة الأمر الثالث هو القصور والتقليد بأن القصور قد يكون سببا للنجاة على ما ذهب إليه جمهور المتكلمين بأن الإنسان المقلد الإنسان المقلد يعني عند الجمهور ناجن في الآخرة نعم ناجن في الآخرة مع الإثم فماذا عن المقلدين للأديان الأخرى أيضا المقلدين في الأديان الأخرى ألا تقتضي كلمة السواء نعم بأنهم يكونون من الناجين فالله عز وجل يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون بعض العلماء أيضا يفرق بين نوعين من التدين هناك التدين المعلل وهناك التدين المدلل التدين المعلل هو الدين الذي يمارسه الإنسان عبر يعني يأخذه من مجتمعه بالتقليل وهذا لا يقدر عليه الكثيرون فهناك أناس مستوهم وسويتهم لا تستصل لموضوع التحقيق والوقوف على المسائل فهناك المعلل وهناك المدلل طيب والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا لم يستطع الإنسان الوصول إلى الدين المدلل ووقف عند مستوى الدين المعلل الذي يوافق فيه المجتمع هل يكون له نجاة أو لا يكون له نجاة الحقيقة هذا أيضا تساؤل في هذا الباب يعني نحن لا نعطي حلولا لكن ماذا نعطي تساؤلات ونعطي إمكانيات لأكثر من رؤى يمكن أن تختلف حول هذا الموضوع بالنسبة لما يتصل بعارض الشبهة نعم فهناك كلام لرشيد رضا والشيخ القرضاوي بهذا الموضوع وكذلك لهم كلام فيما يتصل بعدم بلوغ الدعوة طيب إذن هذا النجاة بعارض عدم الاهتداء هو لم يهتدي للدين لسبب من الأسباب وربما تكون هذه الأسباب موضوعية إلى حد ما الآن في عندنا النجاة دون الحاجة للإهتداء للإسلام وهذا الذي يقابله إذا كان هناك نجاة دون الحاجة للإهتداء للإسلام فما مبرر إرسال الأنبياء الحقيقة هو موضوع التدين موضوع التدين يعني الآن لا يشكل هاجسا ولا يكون له أهمية عند الكثيرين عند الأغلبية العظمى في المجتمعات المتحضرة النظر له على أنه أمر ثانوي وأمر شخصي ولا ينبغي أن يكثر القول حوله لذلك ينبغي علينا نقله من اللا مفكر به إلى المفكر به يعني نحن مسألتنا مع الآخر أن هذه القضية ليست قضية ثانوية ليست قضية ثانوية يتوقف على إلائها الأهمية بغض النظر عن النتائج يعني نحن ينبغي علينا أن نثق بالإنسان بأنه نسق بأنفسنا ونسق بالإنسان بأنه يتحمل مسؤولية نفسه ويعني يجعل قضية التساؤل حول صحة الدين أو صحة المعتقاد من ضمن المفكر به ثم بعد ذلك يقوده هذا إلى أن إما أن يصل إلى الصواب أو يكون استنفذ وسعه في هذا الباب وهو بعد ذلك أمره إلى الله والله أرحم الراحمين وأعدل العادلين ونحن لا نخشى على أحد في هذا الباب يعني مشكلة التدين أنه مبعد عن دائرة الاهتمام والمفكر والمفكر به يعني عندما أنا أقدم لإنسان مجموعة من الكؤوس أقول له أحد هذه الكؤوس فيه شراب مر نعم وتسعة منها فيها شراب سائغ أو فيها ماء صافي إذا لم يكن عطشا ولا تمتد يده إلى أي من الكؤوس إذا كان يشعر بالعطش فإنه سيتناول كأسا من هذه الكؤوس وربما يفكر قليلا بأنني لو أخذت الكأس المرة فلا يترتب على ذلك هلاكي لكن إذا وضعت له قلت له أحد هذه الكؤوس فيها الموت فسيفكر ألف مرة قبل أن يتناول الكأس الذي ربما يفضي به إلى الموت فنحن نقول له اجعل قضية الدين من المفكر به وأنت بعد ذلك ما يهديك يعني تستنفذ وسعك في هذا الباب وهذا يكفي فإذن القضية الآن هناك اتجاه يقول بأن هناك نجاة لغير المهتدين للإسلام يعني رؤى مقدمة في هذا الباب دون الحاجة إلى الإسلام هنا نقف مع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير إذن من بعد ماذا؟ من بعد ما تبين له الهدى إذن الرؤية إذا أردنا أن نعطي هذا الموضوع حقه فنقول بأن وجهة النظر السائدة حتى إسلاميا حتى مشارف القرن العشرين أنه لا نجاة للإنسان إلا بالإسلام نعم لمن تبين له الحق وانتفى عنه العذر ولكن مع بداية القرن العشرين برز رأيهم مختلف إذن كل ما سبق بأنه لا نجاة إلا بالإسلام لكن وضعوا قيود يشو أنه لمن تبين له الحق نعم وانتفى عنه العذر إدلاء ببعض الاستدلالات الفلسفية لهذه الرؤية قلنا من قبل بأن عبد الكريم شروس المفكر الإيراني المقيم الظن في أمريكا نعم هو صاحب هذه النظرية وصاحب كتاب الصراطات المستقيمة الذي يعني يشرعن أو يلتمس مشروعية للأديان المختلفة نعم ويعتبر أن هذه الأديان هي في مسابة خطوط مستقيمة متوازية وكلها تقود إلى الحق ما هي النظريات الفلسفية التي اعتمدها في هذا الموضوع كالنظريات السابقة التي تم طرحها من قبل في الرؤية لشرعانة تعددية من وجهة نظر اللهوت المسيحي أو الفلاسفة المنتمينة للمسيحية فيقول أولا الوحي نص ساكن ساكت يجب علينا أن نستنطقه بأدواتنا المعرفية النسبية وبالتالي لا يمكن المصادرة على قراءة أخرى مباينة لما وصلنا إليه إذن النص الذي هو الوحي هو نص ماذا ساكن ساكت لذلك ينبغي علينا أن نستنطقه بأدواتنا المعرفية النسبية وبالتالي هذه المعرفة النسبية التي يمكنني أنا وأنت وهو والآخر والثالث والرابع أن يستنطق بها هذا النص نعم لا يمكن لأحدها أن تكون حاكمة على الأخرى نعم ولا يمكن أن نقول أحدها حق والآخر باطل لكن فاته وهو يتحدثنا هو أنه لا يتحدث عن نص واحد نحن هذا القول على ما يمكن أن يثار حوله من الاعتراض لا يصلح إلا للمؤمنين بالنص الواحد وهو الآن هنا لا يتحدث عن مؤمنين بالقرآن الكريم بالوحي الإلهي الذي هو القرآن الكريم وتعدد القراءات لهذا وإنما يتحدث عن أديان أخرى بعضها لديها نص وبعضها ليس لديها نص والتي لديها نص هناك نصوص متباينة لدى كل منها فإذن هذه تصلح للتعددية المذهبية أو يمكن أن يسوقها للتعددية المذهبية مع الاعتراضات التي يمكن أن ترد عليها أيضاً اعتمد على فكرة التجربة الدينية من أن الوحي هو تجربة صاعدة وليست تلقي لحقيقة خارجة عن الإنسان وطالما أن الوحي هو تجربة الإنسان الشخصية في التعرف على المطلق والوصول إلى المطلق أيضاً هذه التجربة لا يمكن أن تكون حاكمة على تجربة أخرى والتجارب كلها مشروعة ونتائج هذه التجارب أيضاً مشروعة النقطة الثالثة هي النقطة أيضاً التي وردت في المسيحية هي شمول الهداية والرحمة الإلهية الله عز وجل يقول هو الهادي وهو الهادي من منطلق كلمة الهادي ينبغي عليه أن حتى يتحقق صدق وصف الله بالهادي ينبغي أن تتحقق الهداية لجميع الناس نعم لكن هذا من ناحية وأيضاً الله الرحيم ورحمته ينبغي أن تكون عامة لجميع الناس ولذلك الجميع ناجون من منطلق الرحمة الإلهية والحكمة الإلهية والهداية الإلهية لكن فاته أن الله رحيم وأنه بنفس الوقت شديد العقاب فاته أنه هاد وأنه مضل بنفس الوقت لكن هذا لا نريد أن ندخل في معنى كلمة الهادي ومعنى كلمة المضل والتفسيرات والتشقيقات الكلامية المتصلة بهذا الموضوع فإذن هذه الرؤية التي طرحها وهناك إشكاليات عديدة حول هذه الرؤية ونحن ما أغنانا عن هذه الرؤية نحن لا نخشى على أحد يكفي أن يتحمل الإنسان مسؤولية نفسه وأن يبذل وسعه في الوصول إلى الحقيقة وصل أو لم يصل ففي ظل المبادئ التي طرحناها في ظل المبادئ التي طرحناها هو من يبتغي غير الإسلام دينا ليس هناك مساواة بين المبدأين اتصال الشبهة المتصلة بالموت من ناحية وأيضا عدم بلوغ الدعوة من ناحية والقصور الذي يحول دون الوصول إلى الحق من ناحية أخرى نعم ثم بعد ذلك نقول هذا كله بيد الله العادل المطلق والرحيم المطلق والعليم المطلق فنحن لا نقشى على أحد من خلق الله ونكل الخلق للخالق بعد أن ننقل المسؤولية للإنسان ننقل المسؤولية للإنسان من أن هذه القضية ليست من قبيل الله مفكر به بل هي قضية مركزية ينبغي علينا أن نليها شيئا أن نليها الاهتمام الذي يليق بأهميتها ثم بعد ذلك لا مشكلة في هذا الموضوع هناك فريد إسحاق مفكر إسلامي أيضا جنوب إفريقي له دراسة في موضوع التعددية تقوم على النصوص القرآنية التعددية تقوم على النصوص القرآنية فيقول بأن القرآن عند حديثه عن الآخر عند حديثه عن الأديان الأخرى لم يعمم القرآن الكريم لم يعمم في حديثه عن الأديان الأخرى فنقف على الكثير الله عز وجل عندما تحدث عن أهل الكتاب كان يقول كثير منهم فريق منهم أكثرهم ومنهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ما وجدنا لأكثرهم من عهد نعم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون لم يعمم القرآن الكريم ذلك وبالتالي هناك فريق مستثنى على قلة هذا الفريق هناك فريق مستثنى ويحظى بالنجاة هذا من ناحية من ناحية أخرى قال مشروعية بقاء الأديان بقاء أديان أهل الكتاب طبعا وهو يتحدث في إطار أديان أهل الكتاب وليس في إطار التعددية الدينية مطلقا قال مشروعية بقاء أديان أهل الكتاب بعد مجيء الإسلام تدل على أن هذه الأديان تحتفظ بقدر من الصحة يكفيها للنجاة يوم القيامة فجوهر رسالة الأنبياء واحد ولا يزال بعض أتباعها على الصراط المستقيم ويستشهد لذلك بقوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه طيب إذن هناك مشروعية لبقاء الأديان الأخرى القرآن تحدث عن الأديان الأخرى لم يتحدث عنها بصيغة التعميم ولكن دائما كان هناك استثناء لكن نظرا لقلة المعلومات حول هذه الفئة التي تتمتع بقدر من نقول من الأحقية بالنجاة والصدق فالأجدر بنا قال إما التخلي عن البحث عن هذه الفرقة لنعمم الاستثناء عليها أو تحويل الاهتمام إلى الممارسات والمواقف بدلا من العقائد إذن هناك قال في فرقة ناجية لكن نحن شو بنا نعمل نحن ما فينا نوقف ما فينا نعرف مهما حاولنا أن نتحقق من هذه الفرقة أو هذه الفئة المستثنات لا نستطيع لذلك نحن نبتعد عن هذا عن مجال التحري عن هذه الفرقة وننتقل للممارسات بدلا من التفكير في العقائد يعني هذا لا يلغي برأيي أنا رغم وجاهة هذا الكلام يعني هذه النظرية التي بناها بجهد واضح لكن أرى بأن ما تم تقديمه من قبل من مبررات للنجاة مبررات للنجاة لعدم الاهتداء للإسلام تكفي بديلا عن ذلك تكفي بديلا عن ذلك الآن في عندنا طرح أخير طرح أخير من هذه النظريات هو التدين الأخلاقي لا أعرف كم بقي لدينا من الوقت التدين الأخلاقي والتدين النظري عند رشيد رضا رشيد رضا صاحب مجلة المنار يفرق بين نوعين من التدين يقول هناك تدين نظري لا قيمة له وهناك تدين يهذب الأخلاق ويصلح الأعمى قال التدين النظري القائم على المعرفة النظرية بالمسائل المذكورة في اللهوتي أو في علم الكلام سواء في الإسلام أو في غيري هذا كله نعم نظري لا قيمة له القيمة بعد ذلك في التدين الذي ينعكس على أرض الواقع الإشكال أما عن الإشكال الوارد نتيجة لربط آية الفلاح بالإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندنا آية فلاح آية تدل على أن الفلاحة مرتبط بالإيمان بنبوة سيدنا محمد نعم بحسب ما جاء في الآية السابعة والخمسين بعد المئة في قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فإذن هذه الآية لو تأمننا فيها نجد أن الفلاحة في الذين آمنوا منوط أو يعني مقتصر على الذين آمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه لكن هنا كيف حل هذا الإشكال الرشيد رضا يقول كما هناك تفريق يعني عندنا المفلحون هم الدرجة العليا والمفلحون ليس الناجون هناك الناجون وهناك المفلحون فكما نجد في سورة الواقعة تفرق بين أصحاب اليمين وبين السابقين كذلك هنا عندنا أصحاب اليمين وعندنا نعم المفلحون فإذن النجاة للجميع بشروطها وفق تقسيمه تفريقه بين التدين الأخلاقي والتدين النظري لكن أصحاب السابق وأصحاب المرتبة العالية هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم هناك شيء آخر أيضا البعض يعني هناك محور آخر ومحور عملي يتصل بما يسمى بالتعددية السلوكية التعددية السلوكية هو أنني أتعامل مع الآخر تعاملا معينا وفق العدل والقسط ووفق ما تمليه مبادئ الإنسانية بغض النظر عن دون هذا الآخر مؤمنا بمعتقدي أو غير مؤمنا بهذا المعتقد هناك عقد اجتماعي عقد مواطنة نعم يجمع الجميع المختلفين في المعتقد يعني يقيم الحياة نعم ويعني على وجهها المطلوب فهذا ما يسمى بالتعددية السلوكية فنحن إذا ما مررنا على التعددية السلوكية نجد بأن البعض مثلا يقف عند بعض الأقوال مثلا المنسوبة لابن عربي لقد كان قلبي لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه دان فيقولون هذا الكلام فيما يتصل بالتعامل وليس فيما يتصل بأحقية العقيدة أيضا ما يتصل بهؤلاء العرفاء منهم الخرقاني الذي كان يقول لأتباعه من جاءكم فأعطوه خبز أبي الحسن ولا تسألوه عن دينه فإن الله منى عليه فمن منى الله عليه بالروح والحياة لن يبخل عليه أبو الحسن بخبزه فيقولون هذا على صعيد التعدد السلوكي أيضا هناك شيء آخر قال هناك اعتراف بالوجود والاعتراف بالوجود لا يعتني الاعتراف لا يعني الاعتراف بالأحقية فكما أن هناك خير وشر وكما أن هناك حق وباطل وكما أن هناك مرض وصحة ونحن نعترف أن هذه كلها من خلق الله لكن الله عز وجل لم يأمر إلا بشيء معين فإذا الاعتراف بالوجود لا يعني الاعتراف بالأحقية إلى غير ذلك من الطروحات على كل حال برز مفهوم يسمى مفهوم التعددية السلوكية ويقوم على التعامل مع الآخر المختلف عني في المعتقد بغض النظر عن أحقية دينه أو نجاته في الآخرة هل هو معذور أو غير معذور هل لديه رؤية معينة يستند إليها ليس لديه رؤية معينة إلى غير ذلك لم يكن التعمق بمبررات الفلسفية لهذا التعدد بقدر ما اتجه إلى رصد ما يتصل على أرض الواقع ونحن نقول بأن بذرة التأسيس التعددية السلوكية أو إرساء التعددية السلوكية وتأسيس مفهوم المواطنة ولد في العهد النبوي من خلال وثيقة المدينة عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان كتابة ميثاق المدينة من أهم أو أوائل أو أول الأعمال التي قام بها بين المسلمين وبين غيرهم سواء من اليهود أو حتى من بعض القبائل المشركة التي كانت قريبة من المدينة حدد من خلالها المسلوليات والحقوق والواجبات وضمن الحريات وفي مقدمتها الحرية الدينية الإسلام أيضا بنصوصه يعترف للآخر بحق البقاء لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إكراها في الدين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم والله يحب المحسنين أيضا أمرنا أن نعامل الآخرين وفق مبدأ كلمة السواء لكن هذه المبادئ الكثيرة إذا ذهبنا إلى الممارسات العملية نعم المتعلقة بمفهوم المواطنة بعد العهد النبوي يمكننا أن نضع العديد من إشارات الاستفهام حولها ما حدود مشاركة غير المسلمين في الشؤون السياسية وما مدى إمكانية دخول غير المسلمين في مجالس الشورى ما حكم مشاركة غير المسلمين في الحرب عندما سيس الحاجة إليهم هل هناك مساوات في القصاص بين المسلم وغير المسلم هل يجوز إظهار المحبة لغير المسلم أو استبطان هذه المحبة ما الغاية من الحروب هل هي إخضاع الآخر أو رفع الظلم عنه أو رد الاعتداء الذي يمارس نعم ما المانع من أن نعامل غير المسلمين الآن كل هذه الأمور التي طرحناها نجد بأن هناك من يقول بأنه لا مساوات مطلقا في هذه الأمور وغير المسلم لا يتساوى مع المسلم بأي منها لكن هناك أصوات أخفت يعني أصوات خافتة في مقابل كل رأي عليه الأكثرية هناك رأي للبعض يقول مثلا يبيح دخول غير المسلم في المجالس النيابية يبيح الاستعانة بغير المسلم في الحروب وما شابه يبيح ماذا نقول أيضا يقول بأن هناك مساوات في القصاص بين المسلم وغير المسلم إلى غير ذلك لكن هذه الأصوات دائما كانت خافتة وأصوات فردية في مقابل الأكثرية أو ما عليه الجمهور وهنا أقول ما المانع أن نعامل غير المسلم معاملتنا للمنافق المنافق هو في الدرك الأسفل من النار لا يمكننا أن نسوي غير المسلم بالمنافق فالمنافق هو السيء مطلقا نعم ومع ذلك يعني يمكنه أن يمارس كل مال المسلم الحقي نعم ويدخل في كل ذلك نعم ويخدعنا بكل ذلك فما المانع نحن أن نعامل الآخر نعم غير المسلم معاملتنا لهذا لهذا المنافق خل ينبغي أن يرتدي قناع النفاق حتى يتمكن من الحصول على حقوق المواطنة في هذا المجتمع أسئلة كثيرة الحقيقة البحث سوف أعطيه للأخ عبد الحميد ليحمله على الرابط ذاته لمن شاء منكم أن يطلع عليه لكن قبل أن أختم أود أن أذكر بعض النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة نحن لم نمر على كل ما تم عرضه لكن أنتم تعودون له الآن عندنا بعض النتائج يمكننا أن نقول بأن الإسلام يقر بالتنوع والاختلاف بين الأديان كأمر واقع دون الاعتراف بالصواب لجميعها يعني التعددية أمر واقع وهذا مقرم به ولا ينبغي أن يكون التعددية مشفوعة بالصواب وإلا لا مبرر إذا كانت كلها صواب لا مبرر أصلاً للدعوة الدعوة الإسلامية إذن يقدم الإسلام نفسه على أنه الحق الذي يأخذ بيد الإنسان ويهديه للتي هي أقوم وأصلح وهذا طبيعي شأنه شأن غيره وإلا لفقد مبررات وجوده ودعوة الناس لا اعتناقه النجاة في الآخرة تكون بمعرفة الحق واعتناقه أما معرفة الحق وعدم اعتناقه والتنكر له وجحوده فإن ذلك يؤدي بالإنسان إلى الخسران وأما عدم معرفة الحق رغم بذل الجهد فقد تكون سبباً لنجاته لا توجد علاقة ضرورية بين النجاة وصحة معتقد فقد تكون هناك نجاة لمن لم يصل إلى الإسلام بعارض الشبهة المتصلة بالموت أو عدم الوصول للدين الحق على الوجه الصحيح يرى البعض أن النجاة قد تتحقق دون الحاجة للاهتداء للإسلام وقد قدمت في هذا المجال دراسات متعددة بعضها يقوم على أساس فلسفي وبعضها الآخر يقوم على أساس فهم النصوص الدينية وتحليلها وقد مر بنا الإشكالات الواردة حول كلين منها ترى الدراسات التي تقوم على أساس فلسفي أن رمزية الوحي وتنوع الأفهام في تعاملها مع الوحي يؤدي إلى تعدد الحقيقة الدينية وبالتالي يكون مبرراً للتعددية الدينية ويرد عليه بأن ذلك يقتضي أولاً الاعتراف بالنص الديني وهذا يخرج القضية من كونها تعددية في إطار الأديان إلى التعددية المذهبية تقوم هذه الدراسات أيضاً على فكرة تنوع التجربة الدينية في اتصالها بالمطلق واختلافها في التعبير عنه ويرد عليها بأن اعتبار النبوة من قبيل التجارب الدينية غير مسلم بها تجارب التجربة النبوية ليست من قبيل التجارب الدينية التجربة النبوية تجربة ختمة وانتهت والتجارب الدينية نعم مستمرة وتجليات التجربة التجارب الدينية ليست مضمونة فلا يمكن لأي شخص أن نسق بما يمكن نعم أن يتجلى له أو يقول بأنه عين الحق وأبد له على نحو معين ربما عين الباطل وليس الحق رغم وجود الكثير من الآيات القرآنية والممارسات النبوية التي تؤكد على التعددية الدينية السلوكية إلا أننا يمكن أن نسجل العديد من الملاحظات حول الممارسات التي طبعت الوصور التي تلت عصر الرسالة مما يجعلنا نقول إن بذور التعددية الدينية التي وجدت في القرآن الكريم لم يتم استنباتها على النحو الذي ينبغي فيما بعد بما يؤصل مفهوما إسلاميا مميزا للمواطنة بهذا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة أرجو أن أكون قد وفقت إلى حد ما في عرضها نعم ونترك المجال لبعض التساؤلات إن كان هناك تساؤلات بارك الله فيك أتزاكم الله خيرا دكتورنا الحبيب على هذه المحاضرة القيمة حقيقة لدينا بعض الأسئلة سأطيها عليها أحضراتكم تباعا السؤال الأول يقول هل مفهوم التعددية الدينية نشأ مع التزامن مع مفهوم المواطنة في الدولة الحديثة حيث لم يكن هناك حاجة له في الدولة البسيطة القديمة نعم الحقيقة يعني نجيب مباشرة عن الأسئلة نعم تفضل مع نهاية العصور الأسطى وبداية العصور الحديثة نشأ مفهوم المواطنة بالمفهوم الحديث وبالتالي أيضا مع كما قلنا مع الإصلاح البروتستانتي ضد الكاثوليكية بدأت هناك بعض الرؤى المتصلة بهذا الموضوع الحقيقة التعددية دائما يعني إذا قلنا نحن تعددية وكنا نؤصل لها إسلاميا فيمكننا أن نقول هذا المفهوم إسلاميا بدأ مع هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأبرزه على نحو معين نعم ضمن ضوابط سبق ذكرها لكننا إذا كنا نتحدث فيما يتصل بالمفهوم الغربي مفهوم المواطنة والدولة الحديثة فيمكننا أن نقول بأن هذا المفهوم أخذ دوره مع بروز المفهوم المواطنة في الدولة الحديثة عقب ما يسمى بالعصول نعم دكتور هناك سؤال آخر يقول كيف نجمع النجاة بعدم الافتداء للإسلام وفي عصرنا هذا قد أصبح العالم قرية صغيرة وخيار الدخول للإسلام متاح للجميع وقوله تعالى واضح بالتخيير فمن شاء في اليؤمن ومن شاء في اليكسر نحن نفترض جدلاً الآن الأخ السائل يفترض بأن الدعوة وصلت على وجهها الصحيح لكل الناس في مشارق الأرض ومغاربها نحن لا نريد أن نناقش في هذا الموضوع لأن البعض قد ينازع يقول له حال المسلمين وحائل دون الوصول إلى وصول الدعوة على وجهها الصحيح لكن أنا يمكن أن أتفق مع السائل في نقطة معينة وأقول له لنفترض جدلاً بأن هناك شخص لم تصله الدعوة على وجهها فهل يعتبر هذا الشخص معذور لو افترضناه جدلاً بدأ ممكن يقول لي معذور ممكن يقول لي لا يوجد شخص أنا أقول له يوجد أنا أقول له يوجد لكن لو افترضناه جدلا لا اتفقنا إن وجد فهو معذور إذا لم تصله الدعوة على وجهها يكفي نحن أن نقوم بدورنا وأن ننقل القضية التي قلت بأنها أصبحت غير مهمة ليست من أولويات تفكير الأنسان في هذا الوقت وقضية الدين والانتماء الديني لأن الكثيرين حتى هنا في تركيا يعني البعض يقول له هذا الموضوع لا يعنيك أو غير مهم بالنسبة لي نرى الكثير من الاستطلاعات يعني أنا غير متدين أو غير مسلم أو موضوع سنوي بالنسبة لي أو غير ذلك عدا عن الغرب فيوجد هناك كثير من الناس يقولون أنا حيادي فنحن موضوع له هذه الأهمية ينبغي أن فقط نحن دورنا لا أن نكون أوصية على الآخر فقط يعني نثق بأنفسنا ونثق بالآخر ونثق بعدالة الله المطلقة أن هذا الإنسان إن بذل جهده وصل أو لم يصل هو بيد أعدل العادلين وأحكام الحاكمين دكتور هناك مداخلة تقول جزاكم الله خيرا حقيقة نفتقد هذا الخطاب الناضج الذي يعبر عن فهم رسالة الإسلام سؤالي ما هي المراجع التي تحيل لها لمن يريد التعمق أكثر في هذا المجال غير التي ذكرتها في المحاضرة مثل دراسة دكتور فريد إسحاق سؤال يسأل عن المراجع في نفس الموضوع الآن فيما يتصل بالمراجع إذا أردنا أن نتناولها كل ما كتب يعني أحد مفردات ما يسمى بفلسفة الدين هو مبحث التعددية الدينية مبحث التعددية الدينية يعني مبحث أساسي لكن الآن المعالجات يعني تختلف بحسب اختلافات الاختلاف المتناول لها فالبعض يروج كما قلنا للحصرية المطلقة والبعض يروج لما يسمى بالشمولية الحق واحد لكن النجاة للجميع والبعض يروج للتعددية المطلقة كما قلنا نجد في الطروحات التي تتسم بالشعارية والسطحية التي يمكن أن نجدها عند محمد حباش وسيم لا أعرف نسيت اسمه يعني نحن الأفضل ونحن الأجمل والآخر موجود عندنا وكل الأديان صحيحة والأديان الإبراهيمية وما إلى ذلك فعندنا فريد إسحاق له عرض جيد جدا هناك حسين نصر له عرض جيد جدا أيضا كتاب لو أردنا أن نرجع إلى الصراطات المستقيمة لعبد الكريم شروس وغيره من الدراسات أيضا هناك دراسات مترجمة عن الفارسية هناك حسن اليوسفيان له كتاب اسمه دراسات في علم الكلام الجديد هناك بعض الكتب أيضا يعني هناك دراسات كثيرة ومراجع يمكن أن يعني تكون مذكورة في البحث الذي سأعطيه لحضرتك وأنت تجعله على يعني على تحمله في أول تعليق أو في أحد التعليقات على إن شاء الله على الإنترنت دكتور هناك سؤال آخر يقول هل من العدل الإلهي أن ينتقل الآخرة المسلم وغير المسلم وليست عبادتهم وشريعتهم سواف؟ نعم نحن هنا الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قلوبهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نحن العدالة الإلهية موفي أنك أنت ولدت مسلم فأنت النجاة لك يعني أنت ليس في فمك ملعقة من ذهب والآخرون يعني بريئون من ذلك أنت مطالب ببذل وسعك وهم مطالبون ببذل وسعهم والله عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين يعامل كلهم بما يستحق يعني نحن لسنا مقياس العدالة الإلهية لكن يكفي عندما نقول نحن مؤمنون بالله نحن مؤمنون بعدالته المطلقة ورحمته المطلقة ويعني بعد ذلك ما تتجلى عنه هذه العدالة وهذه الحكمة فهو الغاية فنحن أصلاً لم نقل بنجاة الآخر أو عدم نجاته وكلناه إلى قلنا احتمالات وقلنا نكله إلى العناية الإلهية ولا نفترض شيئاً مسبقاً نعم دكتور هناك سؤال يقول ما المشكلة في أن يكون لغير المسلمين مقاعد في البرلمان ليمثلوا أهل دينه في عصرنا أصبح ذلك واجباً ولنفترض أن المسلمين كانوا أقلية بدولة ما أليس من حقهم ذلك؟ أنا لم أقل قلت هناك أصوات نحن الآن أنا لا أنقل رؤية الشخصية ولا رؤية الأخ قلت بأن التعددية التعددية كانت بذرتها مع يعني نقول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو مع البعثة النبوية ومع نزول الآيات القرآنية لكن الممارسات العملية قصرت دون ذلك لذلك عندنا بالممارسات العملية كما قلنا لا مساواة بين المسلم وغير المسلم في القصاص لا تمثيل في مجالس البرلمان لا استعانة بهم في الحرب لا كثيرة من الأمور وفي المقابل هذه اللاءات الكثيرة كان هناك استثناءات للأقلية هناك أصوات بعض الفقهاء بخلاف ذلك لكن كانوا الأقلية الآن هل ما المانع من ذلك؟ لا مانع من ذلك لكن ينبغي أن تقوم هناك دراسات من حقهم أن يشاركوا ومن حقنا أن نتدافع وأن يطرح كل إنسان لا نحكم بأنه والله شخص يقول لنا أنا مسلم وبعد ذلك لا يقيم فينا قانونا ولا عدلا ولا يرعى فينا إلا ولا ذمة وإنسان ينبغي أن تقوم العلاقة على مثاق معين هناك حقوق وهناك واجبات وهناك وظائف تقوم بها الدولة لأتباعها نعم دكتور السؤال الأخير يقول هل هناك رابط بين هذا الانفتاح في الخطاب وبين الانهزام الحضاري الذي يتعرض له الانفتاح في عصرنا هذا؟ هل نحن كما رأينا عندنا نحن مجموعتين يعني عندنا قراءتان وفق الرؤية الإسلامية وفق الرؤية الإسلامية هناك قراءتان القراءة الأولى تقول بأنه لا حاجة للإسلام من أجل النجاة وهذه اعتمدت على ذات المبادئ التي برزت لدى الفلاسفة الغربيين الذين أطروا أو يعني برروا أو أعطوا رؤية فلسفية للتعددية الدينية فكانت ذات الأفكار وذات الأسس التي طرحت من قبل جون هيك ومن قبل غيره من الفلاسفة ومن قبل ويليام جيمس وغيره كلها لكن تم إكساؤها صبغة دينية وإعادة قراءة النصوص الدينية في ظلها لكن هناك قراءة إسلامية أصيلة ليس لها علاقة بمحاولة استنطاق النصوص بما نطق به الفلاسفة الغربيون هذه الرؤية المتصلة بأنه هناك نجاة هناك نجاة لقيام عذرين هناك نجاة بعارض عدم الاهتداء ليس دون الحاجة إلى الاهتداء فالنجاة بوجود التي تنطلق من رؤية إسلامية لا أعتقد بأنها نحن إذا قلنا بأن مفهوم التعددية يعني أرساه الإسلام أصلا وفق ضوابط ورؤة معينة لا يمكننا أن نتحدث بالمطلق عن هزيمة حضارية لكن بعض الرؤى الآن الرؤى الشعارية التي يطرحها وسيم يوسف ويطرحها محمد حبش ويطرحها أشباههم والأديان الإبراهيمية هذه الرؤى الانتقائية التي أنا أريد أن أرى فقط أنظر فقط إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فقط وأغض الطرف عن الآيات الأخرى دون أعتقد أن أقدم أي رؤية منطقية سواء ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه إلى غير ذلك هذه الرؤى حتما مسكونة بهزيمة حضارية فإذن عندنا عدة رؤى بعضها مئة بالمئة مسكونة بهزيمة حضارية بعضها تستشرف الفلسفة الغربية والمبادئ التي قامت عليها ويمكن أن يكون لدينا مناقشات معها يعني نقول عندما نطرح بأن هذا غير صحيح ولا يتوافق مع التعددية وإنما يتوافق مع المذهبية إلى غير ذلك هو يقدم رؤية قابلة للنقاش على كل حال وإن اختلفنا معها وهناك رؤى تتوافق أصلاً مع ما أرساه الدين سواء كان فيما يتعلق بالتعددية السؤلوكية أو النجاة بعارضي عدم الاهتداء إلى الدين بارك الله فيكم هل هناك سؤال آخر؟ نعم السؤال يقول بني على التردية والتعددية لعل ذلك يتجسده في الدول الغربية أما أغلب الدول المسلمة بعد الاستعمارات والاستقلال لعلها أخذت بسميات والشكريات للدولة الحديثة والمواطنة ولا نشعر بعمق الحرية والتعددية في هذه البلدات فما التحليل الأفضل لهذا الإشكال؟ الحقيقة هلأ نحن كوننا لا نشعر بما يتعلق بأثر التعددية أثر التعددية وقيمة المواطنة التي تتحقق من خلال معيارين المعيار الأول يتصل بالحرية والمعيار الثاني يتصل بالتعددية كون بأننا نعيش بدول دول مستلبة ممنوعون فيها من ممارسة أدنى حقوقنا لا يعني بأننا بريئون تماما فكما قلت هناك مبدأ الولاء والبراء الموجود في ثقافتنا هناك مبدأ يعني نحن إذا تحدثنا الترحم على الآخر أو بدء الآخر بالسلام أو تهنئة الآخر بأعياده أو الكثير من الإشكالات على صعيد تديوننا الشخصي بمعزلين عن الدولة والدور الذي تمارسه في قمع الحريات وإلغاء قيمة المواطنة أصلا نجد أن هذه الأمراض موجودة فينا كأفراد وبالمحصي لا ينبغي نحن أن نعود لأنفسنا وأن لا نجعل كل المشاكل رغم وجود أنه نحن حقيقة لسنا مواطنين في دولة ترى حقوق المواطنة لكن هل نحن مواطنون حقا من داخلنا ما قيمة هذه الأفكار هل هذه الأفكار موجودة أو غير موجودة هل للآخر وجود حتى على الصعيد الفكري بالنسبة لنا هل موجود على الصعيد العملي هل الآخر نحن نتحدث كثيرا عن الآخر وفي كثير من الأحيان حقوقه كمماثل لنا أو مقارب لنا فيها الكثير من الانتقاص وفي ظل هذا لا تقوم قيمة مواطنة في نهاية هذا البقاء نشكر فضيل الدكتور محمود على هذه المتعاطرة القيمة والمجرعة كم نشكر الأخوة والأخوات على حضورهم وإلى لقاء قريب إن شاء الله مع أكاديميك وإعجابيكور نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله